بعد الآلية البلاغية نجد الآلية المعجمية وهي آلية أخرى يتوسلها الشعراء لرسم الصورة وإثرائها وبث الطرافة فيها ويمكن ردها إلى نوعين إذن عندما نقول معاجم نقول حقول معجمية نقول سجلات قول هذه السجلات كما قلت هي ضربان ضرب أول وضرب ثاني الضرب الأول هي معاجم يفرزها السياق الحربي باعتبار الحرب مواجهة بين طرفين هي على رقعة جغرافية محددة لها دافعها الديني لها غاياتها الدينية هي كذلك يقع توسل عتاد وعد فيها لذلك لا غرابة أن نقف على معجم حربي هذا المعجم نجده يتسع في القصائد الحماسية وهما يمنح الثراء الفني ويمنح الثراء المعجمي للقصيد من قبيل عندما يتحدث الشعر يقول جيش ويقول خميس ويقول عارم رم عندما يتحدث عن السلاح يستعمل كلمة السلاح كما يستعمل سيف ويستعمل قناة ويستعمل الرماح والقضب والوشيج وهي كلمات تلتقي في نفس الحقل الدلالي مما كما قلت يمنح الثراء للتعبير والقول الشعري نجد كذلك معجم الأعلام الأعلام فيها أسماء القادة كسيف الدولة المعتصم تيوفي الملك الروم الدومستق كما قلت وأشرت أن هذه الأعلام هي تمثل الأطراف التي تعيش المواجهة في ساحة الوغاء المعجم الديني يحذر بكثافة فكثير ما نجد المشركين والمسلمين وألفاظ من قبيل هذا ذلك أن الدين هو المحفز القتال هو الدافع وهو الغاية باعتبار أن غاية الحرب نصرة ديانة على أخرى معجم البلدان كما أشرت هي الرقعة الجغرافية هي الموقع لدارة فيه المعركة هي المدينة أو البلدات تمت فيها الحرب لغاية إرجاعها إلى أهلها وإلى دينتها كعمورية والحدث والمجاز هذا المعجم معجم البلدان وكذلك المعجم الديني ومعجم الأعلام هذه المعاجم تمنح شعر الحماسة قيمة توثيقية تاريخية كذلك وقد انطلقنا في بداية الحديث عن أن شعر من خلال إبراز أن شعر الحماسة ينطلق من التاريخ من الوقاعة الحقيقية هذا فيما يتعلق بالمعاجمة يفرضها السياق الحربي نأتي إلى الضرب الثاني وهي المعاجمة يقع الإنزياح بها من سياقها الأصلي إلى سياق حربي بما يحدثه ذلك من طرافة وإثارة أعيد الإنزياح بها يعني أن نتحول من سياقها الأصلي الذي تكتب فيه في العادة إلى سياق آخر هو سياق الحرب هذه المعاجم من قبيل المعجم الخمري فشتان بين الخمرة والحرب كذلك المعجم الغزلي الأمر متباعد بين الغزلة بما فيه من رقة بما فيه من جمال والحرب بما فيها من قتل وبشاعة إلا أن شعر بطرافة التخيل والتخيل للصورة يحدث الإبداع في رسمها والإبهار كذلك للمتلقي لنا مثلان شعريان المثال الأول في تطويع المعجم الخمري لإخراج صورة حربية تتعلق بالهزيمة ووقعها في ذات العدو يقول ابن هانأ لن يستفيق الروم من سكراتهم إن الذي شربوا رحيق سلسل أين المعجم الخمري في هذا البيت؟ أشير إلى هذا المعجم إذن لاحظوا سكرات شربوا رحيق اسم أسماء الخمرة سلسل عذوبة الخمرة هذا المعجم وقع تطويعه لتصوير أثر الهزيمة كما ذكرت أراد أن يقول أن وطأة الهزيمة ووقرها على العدو جعلتهم كالسكارة التي ترنحون في ساحة الحرب وكأنهم تحت وطأة خمرة شربوها إلا أنها خمرة أخرى هي خمرة الهزيمة البيت فيه الكثير من السخرية والإزدراء للعدو وفي ذات الوقت التعظيم للممدوح ولفعله ولإنجازه الحربي نأتي للمثال الثاني المعجم الغزلي يقول المتنبي أعلى الممالك ما يبنى على الأسلة والطعن عند محبيهن كالقبلي كذلك أين المعجم الغزلي في هذا؟ هذا البيت في الحقيقة حذر فيه معجم حربي ومعجم غزلي المعجم الحربي الأسل الممالك أي الدول والأسل السلاح الطعن كذلك معجم حربي أين المعجم الغزلي؟ يقول أعلى الممالك أي أقوى الدول وأعلاها صلحا هي ما تكتسب بقوة السلاح والقتال المعجم الغزلي يحذر هنا عند محبيهن وكلمة القبل إذن الحب والقبل هنا من سجل الغزلي يطوعهما المتنبي لبيان أن من يحب القتال كما يحب الحبيبة مثلا فهو الذي يسعى إلى النصرة إلى الفوز بالمعركة وبالتالي تشييد صرح مملكة قوية إذن تلاحظون من خلال الشاهدين كيف أن معجمين خمري وغزلي انزاح عن سياقهما الأصلي وأخرج صورة الأولى للهزيمة ووطأتها والثانية لقوة القتال وشرعية الفوز بالسلاحة وما في ذلك من شرف اكتساب البلاد والعباد إذن الانزاح يخلق التخيل والتخيل كما قلت في رسم الصورة وقلت في هذا إبداع من الشاعر غايته إبهار المتلقي في الجملة المعاجم بنوعيها سواء منها التي تستعمل في سياقها المتوقع والعادي أو التي وقع الانزاح بها تساهم في إثراء العبارة تحسين القول الشاري تنميقه أي زخرفته إذفاء الطرافة خاصة من خلال تخيل الصورة واستلهام الصورة إذن إذفاء الطرافة على صورة المشهد الحربي ترجمة نانسي قنقر